اشتركوا في القناة ونستمر مع دروس الصرف والتحويل عنوان درسنا لهذا اليوم هو النسب ما هو النسب سبقاً رأينا النسب ما هو النسب 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 هو وإلحاق ياء مشددة وإلحاق ياء مشددة مشددة وإلحاق ياء مشددة بآخر الاسم المنسوب 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 للدلالة للدلالة على نسبة نسبة للدلالة على نسبة إذن فالنسبة هو إلحاق ياء مشددة بآخر الاسم المنسوب وكسر ما قبلها للدلالة على نسبة كيف ذلك سنطبق نأخذ مثلا تاريخي تا أو التاريخ التاريخ نأخذ كلمة التاريخ نعيد كتابة كما هي التاريخ فهنا نطبق هو إلحاق ياء مشددة نضيف له ياء إلحاق نلحق به ياء وإلحاق ياء مشددة لأخذ اسم المنسوب التاريخي ولكن وكسر ما قبلها لا نرفعه بل نكسر ما قبلها هذا هو النسب نطبق على أي كلمة قابلة لأن تنسب فالنسب هو إلحاق ياء مشددة بأخذ اسم المنسوب وكسر ما قبلها للدلالة على نسبته نجرب مع كلمة أخرى نجرب مع الثقافة الثقافة تلاحظ هذه الكلمة مؤنت الأمر هنا يختلف قليلا نكتب الثقافة لا نكتب الثقافة ولا بل نكتب إلى حدود الثقافة الثقافة إلى حدود ألفاء نكتب هذه التأ الثقافة إلى حدود ألفاء هنا الثقاف فنلحق بي بنفس الطريقة ياء مشددة الثقافية ونكسر ما قبل الآخر ماذا وقع هنا ما وقع هنا هو حذفت هذه التأ ماذا تسمع تأ التأنيت حذفت هنا حذفت حذفت تاء التأنيت تاء تاء حذفت تاء التأنيت حذفت تاء التأنيت من الإسم المنسوب من الإسم من الإسم المنسوب من الإسم المنسوب حذفت هنا حذفت تاء التأنيت من الإسم المنسوب تم حذفها وحلت محلها ياء المشددة وسلم قبلها التي هي ياء النسبة إذن الثقافة أصبحت أصبحت الثقافية تاء التأنيت هذه تاء التأنيت حذفت تاء التأنيت من الإسم المنسوب كان هذا كل ما يتعلق في النسب فهو درس بسيط ولكن ضروري من مراجعته قلنا أن النسب وإلحاق ياء مشددة لآخر الإسم المنسوب وكسر ما قبلها للدلات على النسبة التاريخ تكتب كما هي نكسر ما قبلها ونضيف لها ياء مشددة إذا كانت فيها تاء تأنيت نقوم بحذف تاء التأنيت حذفت تاء التأنيت من الإسم المنسوب وإلى درس لاحق إن شاء